مدججون بالسلاح قادمون من إيران يتسللون إلى داخل العراق وهجوم مسلح في كاركوك وانفجار في صلاح الدين ونزاع مسلح في النجف واغتيال طفل في ديالة ملخص المشهد الأمني في العراق خلال ساعات أحداث عنف وقعت بشكل متزامن وأسفرت عن إزهاق أرواح مدنيين وعسكريين في عودة متصاعدة للفوضى الأمنية في ظل اقتتال سياسي على المناصب ويبدو أن ورقة الانفلات الأمني تم توظيفها سياسيا مرة أخرى بحسب خبراء في الشأن السياسي وفق مبدأ البقاء في السلطة أو انتشار الفوضى في وقت يأمل العراقيون أن يسفر الصراع بين الشركاء عن رحيلهم مع الفوضى تصاعد وطيرة الهجمات المسلحة والاغتيالات والنزاعات العشائرية والجرائم الجنائية في الآونة الأخيرة يحدث في ظل انشغال الشركاء العملية السياسية بلعبة لي الأدرع طمعا في الهيمنة على المشهد السياسي برمته وما تدهور الأمن الذي تشهده محافظات العراق إلا واحدة من وسائل الترهيب لإشغال الرأي العام عما وصفت بالمهزلة السياسية المتمثلة بالصراع بين الإطار التنسيقي الموالي لإيران وبين أنصار التيار الصدري وباستثكار بعض من تسريبات المالكي التي قال فيها إن المرحلة القادمة هي مرحلة دماء من أجل البقاء في الحكم والحفاظ على المذهب من الضياع قد يجد الباحث عن مسببات الفوضى الأمنية المستعرة في العراق عن إجابة تفسر ما يحدث ولو بشكل جزئي فالوسائل كلها متاحة في قاموس الأحزاب السياسية بهدف الهيمنة على مقاليد السلطة بغض النظر عن النتائج التي سيسفر عنها ذلك الصراع المفتوح على مصراعه اشتركوا في القناة